في رباء اندلس مجد سمى شعال العالم مثل القباس كم ساق التاريخ منه الأمامة فاكتست منه بأزهام الباسي أمة بالعلم شادت سدد و اعتلت بالدين أسمى الرتبي ذكرها الحادي بنا طول المدى نحو عزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة من أندلسيات في هذه الحلقة نستضيف سعادة الأستاذ محمد بن ساير التفيهي الباحث و الرحالة و المؤلف في التاريخ الأندلسي مرحبا بكم أستاذ محمد يا أهل أبو ياسر الله يحفظك الله يبارك فيك في هذا البرنامج نتحدث عن أمور أندلسية نتحدث عن النظم الإدارية في الأندلس بشكل عام تحدثنا في الحلقات الماضية عن المجاز إلى الأندلس وتحدثنا عن السرادق تحدثنا أيضا عن قاضي الجماعة و عن خزانة الطب و الفلاحة و القنطرة و دار الصناعة و القيصرية و المؤدبين و الحجابة و الوزارة و الكور و تحدثنا في الحلقة الماضية عن صاحب السوق المقصود به المحتسب في هذه الحلقة تحديدا سنتحدث عن الفرانق و هي النظم الإدارية المتعلقة بالبريد الأندلسي ففي البداية أستاذ محمد الفرانق و مدلول اللفظ هذا تحديدا الحمد لله و صلى الله وسلم و مبارك على خير خلق الله نبينا محمد عليه و بضل الصلاة و أتم التسليم حقيقة أن أبو ياسر أن أشح المعلومات في التاريخ الأندلسي هي المتعلقة بالبريد حتى أن عدد من الباحثين حتى في حق الدراسات الأكاديمية اضطروا إلى أنه يستعينون بالمصادر المشرقية بحكم التشابه أوجه التشابه في الحضارة الإسلامية لكن هناك بعض الإشارات من كتب التاريخ و التراجم الأندلسية تلقي بصيص من ضوء على النظم الإدارية المتعلقة بالفرانق و البريد في الأندلس فالبريد و الفرانق مصطلح روماني و الفرانق مصطلح فارسي و لذلك أصبح يطلق في المشرق و في الأندلس و ظهر في الأندلس أكثر الفرانق مع ظهور المسميين في المشرق و في الأندلس و المغرب الإسلامي في أحداث سنة الثلاثة ثمانين من الخلافة الأموية ذكر من كثير في تاريخي وصول الفرانق البريد إلى الفسطاط في مصر فمستخدم هذه الكلمة قديما استخدمت في الأندلس و المغرب و تعني هي في الرومانية و في الفارسية تعني دابة البريد أو مسافة البريد و كان البريد له مسافة فبعدين اتخذوها الفقه المسلمين مسافة من المسافات فيقولون بريد يعني و البريد أربع فراسخ و هذا المصطلح الفرانق و البريد بعضهم جعلهم مترادف و بعضهم جعل الفرانق هو دليل البريد هو الشخص الجي بي اس يعني اللي يدل البريد على بعض الطرق اللي ممكن يسلوك هالبريد بعضهم جعله هو المنادي بين يدي البريد إذا جاء البريد ينادي بين يديه حتى مثلا تفتح له الأبواب يعني تفتح له المعابر اللي يمضي معها إلى وجهته و بعضهم جعل الفرانق أشبه بالرقيب و المفتشين الذين يفتشون على دور البريد و محطات البريد و موظفين البريد و إن كان بعض الإشارات في التاريخ الاندلس يتدل على أن الفرانق هو نفسه البريد هو صاحب الفرانق هو صاحب البريد فربما كان فيه تداخل في بعض التشابه في المصطلحات أو في تداخل في بعض المهام لكن في الاندلس يكثر ذكر الفرانق كثيرا في كتب التاريخ و التراجم الفرانق أكثر من البريد ذكرت أن البريد أحيانا يطلق على مسافة معينة بحكم الحنى الحين عندنا سيارات فربما ما نفهم الفكرة هذه ليش كان البريد له مسافة معينة و إش كانت الفكرة بالضبط طبعا البريد لعلنا نتحدث تتميما للفكرة السابقة قبل نتكلم عن المسافة و أهمية المسافة أن البريد كان معروفا لكن ما هو معروف كإدارة بل أنه بالسلم كان له رسل يحملون أخباره و تأتيه رسل فهذا هو البريد و كان مقصورا على التبادلات والزعامات و الدول ليس لي عامة الناس مثل الوقت الحاضر و كان يصل الخبر الناس يصلون الخبر بشكل علني و بشكل سري و كان يستعام بالتجار أحيانا أنه يوصل الأخبار و أحيانا بموظفين و مبعوثين شخصيين و رسميين و يترسل معهم كتب أنه هذا رسولي إلى الجهة الفلانية أو الملك الفلاني أو الحاكم الفلاني أو الرئيس الفلان و لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفت حركة البريد لكن ليس بشكل تنظيمي لكن ظهرت في عصر بني و مية و في صدر الخلافة الراشدة و في عصر بني و مية ظهر البريد أول من نظم البريد معاه بن بسوفيان رضي الله عنه لأنه تسعت الدولة في وقته ثم بني مروان أيضا طوروا في البريد و عمر بن عبد العزيز جعل البريد عاما حتى يحمر رسائل الناس و من الطراءة في النمر عجوزا في مصر أرسلت إلي رسالة قالت إن حائطي قصير و الثعلب يقفز على دجاجي و يأكله فأرسل عمر بن عبد العزيزي الوالي مصر قال إذا جاءك كتابي فأعلي لها حائطة فعمر هو من أمم البريد و بعده أصبح البريد يحمل فقط رسائل العمال القضاة أصحاب الخراج للخليفة و الأمير و الأمير يرسل لهم و ربما أحيانا يراقبون سير أعمال الولاة و العمال في الكور و أعمال أصحاب الخراج و غيرها يحملونها إلى الخليفة في شان الأندلسي أو كان البريد في عصر الفتوحات في عصر يوسف بن عبد الرحمن الفهري بعد اضطراب الدول الأموي في المشرق انقطع البريد بسبب المجاعة و القحطة لأصاب الأندلس و سموناه سني برباط لأن الناس انحدروا من الوادي و وادي برباط الذي وقعت فيه المعركة في جنوب اسباني اليوم عند قريبة من شذونة عبروا من خلاله إلى العدوة المغربية فانقطع البريد انقطع ما يقرب تقريبا من تسع إلى عشر سنوات و أقل ثم جاء عبد الرحمن الداخل عام 138 و هو أعاد البريد و بنى له دارا في قرطبة في طرف القصر في غربي قرطبة سماها دار في غربي قرطبة سماها دار البريد و بقيت هذه الدار حتى عام 324 هجري و احترق السوق حولها و احترقت فأمر عبد الرحمن الناصر أن يعاد بنائها على رسم الرسمه فظلت في مكانها حتى ازدحمت قرطبة في زمن الحكم المستنصر فابن عبد الرحمن الناصر عام 361 أمر بنقلها و نقل المكتبة و غيرها من قرطبة من جوار القصر إلى أسفل قرطبة المصارة بجنب دار الزوامل و ذلك ليتسع السوق لأهل لها القرطبة فتطورت دار البريد و نظمة و اهتمامه و تنقت مكان مكان فهذا يعني لمحة حول نشأة البريد سواء في المشرق أو تطوره في الأندلس لكن فكرة البريد فكرة أنه مسافات المسافة هل المقصود بها أن صاحب من يعني يحمل الرسائل يكون مثلا يركب خيل الخيل هذه لا بد أن تقضع مسافة معينة ما يمكن أن تتجاوزها فينتقل هو و يعطي غيره فينتقل إلى المسافة الأخرى و هكذا إلى أن يصل نعم هو هذه فكرة البريد لأنه ربط أجزاء الدولة بمركزها مهم و سرعة وصول الخبر مهم و دقة وصوله مهم لأنه ينبني عليه قرارات و أمور و لذلك وضعت هذه المسافات حتى لا يتأخر البريد فمثلا نتكلم عن أربع فراسخ من 16 إلى 18 كيلو إلى 20 كيلو يقطعها صاحب الفرس تكون متعبة فيأخذ شخص آخر بفرس مضمرة مرتاحة فيحملها يعني أشبه بالتتابع بالتتابع فأنت مثلا تقول ممكن يقطع ممكن ممكن يقطع الخبر خلال مثلا خلال عشر ساعات ممكن يقطع الخبر 60 إلى 70 كيلو مثلا و أحيانا إذا كانت المسافة بعيدة بالأيام خلال ثلاثة أيام أربع أيام يصل الخبر و هذا يعتبر يعني إنجاز في ذلك الوقت في معايير ذلك الوقت لذلك صاحب البريد يعني كانت له هيئة من الأشياء يعني حتى يقطع بسرعة و لا يعتبر طريقه أحد لا بد أن تكون له علامات خاصة و ليفرسوا علامة فكانوا يقطعون ذيول للخيول و كانوا يضعون على إشارة صفراء و كانوا ربما يوضع على كتفه قطعة من فضة مكتوب عليها الشهادة لا إلا الله محمد رسول الله و اسم الخليفة و إنا أرسلناك شاهدة مبشرة و نذيرة و كان صاحب البريد لا يمنع في حضرة الخليفة لا يمنع من الدخول على الخليفة لا في ليل و لا في نهار و كانت نوعية الرسائل التي تصل تختلف في رسائل عامة لا ممكن يطلع عليها صاحب البريد و لكن في رسائل خاصة مرسلة من العمار و المراقبين في الكور تكون سرية لا يطلع عليها إلا الأمير و هذه الإجراءات كلها حتى تضمن وصول الرسائل البريدية إلى الخليفة بأسرع وقت ممكن و أن لا يعترض طريقها شيء طيب ذكرنا نشأة البريد في العصر الإسلامي بشكل عام في الأندلس تحديدا متى نشأ البريد و كيف كان طريقة عمله بشكل عام في الأندلس خاصة أن الأندلس كانت مرتبطة في البداية بالدولة الأموية فكان لابد أن يكون فيه يعني تواصل مع الخليفة الأموي ثم بعد ذلك استقلت كيف كان العمل طبعا نحن أشارنا إلى أن عبد الرحمن الداخل هو أول من بنى دار للبريد و حولها إلى جهة رسمية طبعا يصرف على أصحاب البريد يصرف على محطات البريد تحتاج موظفين تحتاج دواب الدواب تحتاج علوفة تحتاج أرزاق و محطات كثيرة و بلد شاسع فنظم عبد الرحمن الداخل لكن بحكم تطور الدولة بعد كل فترة يهتمون بجانب من الجوانب و يضيفون بعض الصلاحيات فيصير لصاحب البريد ليس فقط يحمل الرسائل بل عين للأمير على أطرف مملكته و على العمال و على سير القضاة و على أصحاب الخراج بل وأصحاب البريد أنفسهم يكون معهم عرفاء أصحاب الرسائل يعني مدرى المجموعات يراقبونهم و المحطات يراقبون سير وصول الرسائل و يقيدون الرسالة و وقت وصوله و أيضا حفظ الرسالة و المحافظة على ختومها ثم إذا وصلت هناك رسائل خاصة بالقضاة و رسائل خاصة بالخراجيين و رسائل خاصة بالعمال فهذه التنظيمات ظهرت و التشكيلات التنظيمية بدأت تطور مع تطور مع تطور الدولة حتى نشرنا سابقا أن عبد الرحمن الأوسط هو من اتخذ كاتبا خاصا له و يكتب الرسائل حتى لا يطلع على ما يكتبه كتاب باقي الوزراء فيكون له كاتبا خاصا به و أول من فعل بهذا الرسم هو عبد الرحمن الأوسط الذي حكم من عام 26 إلى عام 238 فجعل له كاتبا خاص بأن يكتب رسائله حتى لا يطلع عليها لا صاحب البريد ولا غيره من الوزراء حتى تكون مكاتبات الخليفة و الأمير مكاتبات سرية لا يطلع عليها أحد غيره و إذا كانت تستدعي أن لا يطلع عليها أحد غيره أيضا في زمن عبد الرحمن الأوسط في أواخر زمن عبد الرحمن الأوسط في زمن ابن محمد استجدت أمور في البحر اللي هو الهجوم الفايكينك النورمان على إشبيليا و على السواحل الغربية و الجنوبية للأندلس فشدد محمد بن عبد الرحمن الأوسط في وضع البريد في الثغور البحرية و شدد في نقل الأخبار و ظهور هذه السفن و لذلك ما استطاع النورمان أو النورمان أن يفعلوا في لأندلس مثل ما فعلوا في عهد أبيه عبد الرحمن لأنه ما كانت تتوقع الدول الأموية إلى زمن عبد الرحمن الأوسط أنه فيها أصلا أمم ستأتي من المحيط الأطلسي فلذاك لما قادم النورمان إلى فرنسا و إلى بريطانيا و غيره وسطة وسطواتهم المشهورة في هذه البلاد و اختطعوا جزءهم من نورمانديا و من فرنسا و غيره لكن لما جاءوا إلى النندلس في أول الأمر نعم و دخلوا شبيليا و ارتكبوا فيها مقاتل و دخلوا بعض بلاد النندلس لكنهم طريدوا لكن بعد ذلك بنيت دور الصناعة في السواحل مثل ما أشرنا في حلقة دار الصناعة أيضا محمد نظم البريد في هذه الأماكن حتى من الطرائف أن أرسلت له و أرسل له صاحب البريد في بجانة بجانة في الشرق عن خشبة ظهرت في البحر و وصف طولها و عرضها خشبة يعني شيء غير مهم معلوبة غير مهمة غير مهم لكن لأنه شدد عليهم على صاحب البريد أن ينقل كل صغير و كل كبير ولذلك سيأتينا لاحقا إن شاء الله قصص و أخبار و طرائف عن دقة عمل البريد سواء عمل البريد و الفرانقيين في المدن أو عملهم في أطراف الكور و نقلهم لأخبار من الثغور و من أطراف الكور و أيضا في حضرة قرطبة وجود الأندلس يعني شبه مقطوعة عن بقية العالم الإسلامي بمضيق جبل طارق هل لهذا الأمر يعني سبب إشكالية في وصول البريد خاصة البريد الذي سيأتي مثلا من عاصمة الدولة الأموية من دمشق مثلا في بداية العصر الأندلسي هل كان هل أمر هذا مسبب بإشكال لا لم يكن مسبب بإشكال بالعكس يعني كانت الرسل إذا حملت للخلفاء تحمل مع بعض التجار تحمل بعض الموفدين الرسميين علما أن التبادل الرسائل بين الدول التي بعيدة ليست ملتصقة ببعضها لم يكن كبير لأنه لم يكن التعاون بالشكل أو التطور بالشكل نشهد الآن فالتواصل مثلا بين الأندلس كان كثيرا بين ممالك النصارى الشمالية لكنه كان قليل مع القسطنطينية بعده تجي دول أوروبا كان قليل مع الدولة العباسية لكنه كان مع العدوة المغربية الحكم استنصر لما سيطر أبو عبد الرحمن الناصر عام 319 على العدوة المغربية على طنجة و أصيلة و غيرها و مليلة و غيرها في السواحل المغرب أمر عام 361 أو 63 أمر الحكم استنصر قائده في العدوة اللي هو القائد الشهير غالب ابن عبد الرحمن الناصري أمر أن يأمر الخزان اللي هو المسؤول المالية في العدوة المغربية أن يتخذ الفرانق و البريد و أن يوفر لهم الدواب و العلوفة حتى يتصل أخبار هذه البلاد الجديدة اللي دخلت في حكم الأندلس لم تكن دخلت من قبل لما دخلت العدوة المغربية إلا في زمن عبد الرحمن الناصر و الحكم المستنصر و المنصور النبي عامر ما قبلهم لم يكن أحد أمرابن يومية يحكم شيئا من العدوة المغربية جميل فكان التواصل يتم عن طريق التجار عن طريق المفدين الرسميين لذلك عبد الرحمن الأوسط أوفد وزيره يحيى بن الحكم الغزال الجياني البكري أوفده إلى ملك الدنمارك لهم الفايكينغ أوفده إلى قسطنطينية و ربما أرسل حسداي بن شبروت الإسرائيلي و كان من يهود قرطبة و من المترجمين و الكبار أوفده لبعض ممالك النصارى الشمالية لإفتداء وزيره شام بن عبد العزيز التجيبي فكانوا يرسلون بمهمات رسمية و شخصيات معروفة و مربوقة أو عن طريق التجار اللي يقدمون بلد و يريدون أن يعودون لكن البريد غالبا دوره داخل الدولة أكثر من دوره خالد جميل و دينا ناخذ أيضا بعض القصص المتعلقة بالبريد و غيره و لكن أن أذنت لي و المشاهد الكريم أن يكون بعد هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدين كرام من جديد كنا في حلقة من أندلسيات نتحدث عن الفرانق و عن النظم الإدارية للبريد الأندلسي مع سعادة الأستاذ محمد بن ساير التفيهي الباحث و الرحالة و المؤلف في التاريخ الأندلسي أستاذ محمد قبل الفاصل تحدثنا عن نشأة البريد و طريقة عمل البريد و غيره هل أصحاب البريد كانوا في رتبة واحدة أو كان هناك فيه اختلاف ما بينهم و كان فيه مسؤولين و كان فيه عمال و غيره كيف كانت مراتب العاملين في البريد حقيقة أنه ما جاء تفصيل دقيق يعني لمراتبهم لكن خلال الأعمال التي اطلعوا فيها أو الإشارات التاريخية ممكن نقول أن أعلى رتبة في سلم البريد هو صاحب البريد و يسمى صاحب الخبر و هذا يكون في حضرة الخلافة و عند الأمير و يرأس دار البريد و يكون على جانب من الأمانة و الثقة و حفظ السر لأنه سيكون حلقة الوصل بين الأمير أو الخليفة أو الحاكم و بين بقية العمال في الكور و قادة الجند فلا بد أنه ينقل بأمانة ما صدر إليه و ما ورد عليه فهذا المنصب هو أعلى منصب و يتم تقليده من الأمير و الخليفة مباشرة بعد يأتي عرفاء أصحاب الرسائل أصحاب الرسائل لأن دار البريد فيها رسائل كثيرة تتعلق بالقضاء تتعلق بالعمال تتعلق بالخراج فكان كل رسائل لها أصحاب لما تردهم الرسائل يقيدونها و يحفظونها في الطوامير و تؤرشف و الحقيقة أنه قطعا أن الدول قديما كانت تؤرشف كتبه و لذلك أحد خلفاء بني العباس يقول أنه الهادي أو المهدي أحد ابن أبو جعفر المنصور يقول نظرت في دواوين بني أمية فما وجدت أصلح للرعية من ديوان هشاب عبد الملك و ذكرنا قبل الفاصل لما قلنا أنها قضية الاحتساب أو في الحلقة حلقة صاحب السوق ذكرنا أنها حكم قضاء موجود سبعين سنة بعينه و استعان به قاضي أحمد بن بقي على حكم سبق أن حكم به الأسوار بن عقبة النصري و قسط ما بين تاريخ عزل الأسوار و ما بين أحمد بن بقي حول تقريبا سبعين سنة و الحكم بعينه في يده و لذلك هذه النظم و المراسلات محفوظة حفظت إلى مدى معين و حتى الذين ألفوا في كتب النوازل تتعجب أنهم يذكرون النوازل و الأحكام القضاة ماتوا قبل أن يولدوا أصحاب المصنفات هذه إذن اطلعوا بحكم أنهم تولوا القضاء اطلعوا على الدواوين السابقة و نقلوا هذه و أصنفوا هذه الأقضية على العدد من القضاة الذين سلفوا قبلهم فعرفا أصحاب الرسائل يعني المشرفين على أقسام هذه الرسائل أيضا الفرانقيين و هم أشبب ما يكون بالمشرفين أو يحملون الرسائل داخل الكور و ليس بين الكور لأن ما فيه بريد داخل المدينة يعني البريد المسافات بين الكور و بين الحظرة لكن داخل المدن ما فيه فالفرانقيين ذلك يحملون الرسائل داخل المدينة و يشرفون على سير الرسائل و نقله و لذلك ذكروا بعضهم منصبا يسمونه الرقاص و بعضهم يسميه العداء و هو الذي يمشي على قدمه مثل ساعي البريد بدون دابة بدون دابة يوصل للرسائل و يحمل الرسالة و لذلك ذكروا أن ذكر بن بشكوال في الصلة أن طلاب العلم في قرطبة كانوا يخرجون إلى منية أحد فقاه قرطبة اسمه محمد بن إبراهيم بن باس و كان في بستانه و القفة في يده يبذر فجاء الفرانق من السلطان جاء الفرانق من السلطان و أعطاه كتابا فقرأه و ثم كتب فيه مدادا ليس بالكثير يعني علق عليه و طواه و أعطاه السلطان فطلاب العلم سألوا و قالوا ما كتب إليك السلطان و ما ردت عليه قال كتب إلي السلطان يسألني و يقول ما خير الخيرين و شر الشرين فكتبت إليه و قلت خير الخيرين الصبر و شر الشرين الخمر فإذن كان أيضا الخليفة يرسل بعض العلماء الفقهاء يطلب مشورتهم يطلب موعظتهم القاضي عندما يريد أن يكتب إلى قاضي آخر أو الكورة قاضي الكورة يكتب القاضي الجماعة يسأله في قرطبة عن مسألة أشكلت عليه يكتب مع البريد إذن البريد و مراتبه صاحب بريد و ناس ينقلون البريد من محطة محطة ناس داخل المدينة و وزعون البريد ساعي بريد يوصل البريد هذه أبرز المسميات و المناصب و هي شبيهة جدا فيما يدار به البريد اليوم طبعا لديهم كما سلفنا شارات في دوابهم الجلجل الجرس حتى يعرف أحيانا ينادى بين أيديهم تفتح لهم الأبواب أحيانا يحملون رؤية الأهلة في رمضان لقاضي الجماعة دخول شهر رمضان فيكتب قاضي الجماعة في قاضي الكورة أو في منطقة من المناطق أننا و الله رأينا الهلال في اليوم الفلاني فيكتب بهذا إلى قاضي الجماعة في قرطبة يحمل البريد هذا يحمل البريد هذا الكتاب صاحب البريد و وش أهم الصفات اللي ممكنها تكون فيه في حلقة مثل المحتسب تحدثنا عن صفات المحتسب و الأمور التي لا بد أن تكون فيه لكي يصل إلى هذا المنصب صاحب البريد هل له صفات معينة؟ طبعا الظهيرة يسمونها الظهيرة و هي خطاب يظهر فيه الخليفة ما ينبغي عليها أن يكون صاحب البريد فمسؤوليات كبيرة على آتقه لأن أمن الدولة كله و أخبر الدولة كله في يدي بإمكانه يحبس الكتب بإمكانه يحبس الرسل بإمكانه يسبب مشاكل في الدولة بسبب خفاء و تضليل بعض المعلومات فصاحب البريد يمكان يفشي الأسرار يفشي الأسرار ينبغي أن يكون ثقة ينبغي أن يكون أمينا ينبغي أن يكون صادقا ينبغي أن يكون كتوما للسر يعني من الأشياء التي ثورة البربر في زمن هشام عبد الملك الخليفة كان سببها الحاجب الأبرش الكلبي يعني جاء مجموعة من زعماء قبائل البربر يشكون من العمال و جورهم عليهم فجاءوا يريدون أن يقابلوا هشام عبد الملك رفض الأبرش الكلبي حبسهم و أطال حبسهم و ما مكنهم أن يقابلوا الخليفة هشام فكاتبوا أسماءهم في صحيفة و ختموها و قالوا أننا جئنا من بلاد الأسوس في أقصى المغرب نريد أن نعرض عليك مظلمتنا و لكن منحيل بيننا و بينك فإن سمعت أن أحدا ثار في المغرب فنحنهم فعلا قادوا ثورة و هزموا جيشه لهشام عبد الملك و هذه الثورة انتقلت إلى الأندلوس و عندها انقرضت الدولة من يومية و سببت مشاكل بسبب عدم تمكين وصول أخبارهم عن طريق البريد أو وصول مظالمهم حتى بحضورهم إلى إلى دار الخلافة في دمشق فينبغي الصفات ذكرت لصاحب البريد أن يكون أمينا ثقة و لذلك من حساسية صاحب البريد من صلاحياته أنه لا يمنع من الدخول على الخريفة و الأمير بأي وقت لأنه عنده أخبار لازم يوصل هذه الأخبار طبعا عنده هو يعرف صاحب بعقله هل الخبر هذا مستعجل لكنه لو جاء يطلب مقابلة الأمير أو الخليفة في أي وقت من الأوقات لا يمنع لا يمنع من مقابلته لأنه عنده أخبار لا بد أن يوصلها إلى الأمير و الخليفة في الأندلس هل كان البريد يعني متميزا بشيء يختلف عن البريد مثلا في المشرق العربي هل كان متميزا بسرعته بدقته وش الأشياء اللي كانت تميز البريد في الأندلس بالذات طبعا الأندلس كباقي حواضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت يعني لا يمكن أن نفرده بأنه ربما تكون عندها تقنيات أو أشياء لم تكن معروفة في المشرق لكنه في بعض فترات التاريخ الأندلسي سواء في المشرق أو في الأندلس يعني توسعت صلاحية البريد فأصبح البريد يؤدي دور الاستخبارات ويؤدي دور أمن الدولة يعني لم يكن فقط هو ينقل الرسائل ولكن لقرب المهام ونقل الأخبار أصبح البريد أصحاب البريد عيونا للأمير والخليفة على أصحاب العمال الكور والقضاة وأصحاب الخراج ويكتبون بالتقارير للخليفة عما يدور في الكور من العدل أو الظلم من أحقاق الحقوق من توزيع الأموال بشكل عادل من جبية الأموال بشكل عادل لأنهم هم اللي معنيين بالأخبار فأسندت لهم مهمة نقل الأخبار تعلق بأمن وأمن الدولة وسريان نظامها على الكور وعلى العمال وغيرها وأيضا لأن جزء منهم يعيشون في الثغور بجوار الأعداء أصبحوا أيضا يحملون الأخبار بحكم أنهم مقيمين في دار الخلافة أيضا يسيرون مع الناس وينقلون بعض أخبار الناس إلى الخليفة وإلى صاحب الشرطة مما يكون فيه حفظ لأمن الناس والقضاء على بعض الأمور التي ربما تخل بها من المجتمع وش فيه من قصص وأخبار تتعلق بأصحاب البريد تتعلق بأيضا الناس اللي تنقل البريد في الأندلس هل كان هناك قصص غريبة أو عما طبعا الجهاز البريد جهاز مهم جدا أنا يمكن أشبهها الآن في الوقت الحاضر يمكن بالبرقيات صحيح هو أكثر من كونه البريد المسمى حاليا وهو نقل الرسائل العادية طبعا البريد البريد نحن فيه الآن عندنا بريد عام وفيه بريد حكومي فهذا البريد في التاريخ الإسلامي لم يكن يحمل رسائل الناس هو بريد حكومي هو مصلحة الدولة و أجهزة الدولة يحمل رسائل القضاة العمال و أصحاب الخراج إلى الخليفة و ينقل أخبار الخليفة و أوامره إلى أطرف دولته فلذلك نحن ممكن أن نقول البريد هو ما يشبه اليوم البريد بين الجهات الحكومية و بين المصالح العامة فهو طبعا تطور صار في بريد أكتروني في فاكس لكن قديما لا كان يحمل و لذلك توضع له المحطات لأنه لا يحمل رسائل عادية يحمل أحيانا الرسائل تتعلق بالسلم و الحرب و الظلم و الثورات و الانقلابات و التأمرات يحتاج حماية و لذلك اختلطت مهامه مهام أمن الدولة و مهام الاستخبارات فاختلطت هذه المهام البريد مع أمن الدولة مع الاستخبارات و لذلك من الطرائف أن أبو جعفر المنصور لما جاء إلى المدينة قال للإمام مالك هل تطلبوا شيئا فالإمام مالك قال لا أريد شيئا فقال أبدا قال لا أنا فيه عافية قال الإمام مالك رجل زاهد وفقير فأبو جعفر المنصور كان رجلا ذكيا فقال والله يا إمام أعلم وأنا في بغداد متى يدور رحاك ومتى يتوقف يعني أنا وين كنت في بغداد أنا مطلع على أحوال المدينة حتى أنهم قالوا أن المأمون له ألف عين في بغداد يسمونهم الأعين والأذن أحيانا يسمونها الأعين والأذن لأنها تنقل الأخبار للخليفة الحكم حتى أن عبد الرحمن الناصر يعني كان له رجل عرف رجل له الشرحبيل الزامر يجلس في مجالس قرطبة ويرفع له الأخبار حتى يعرف ما يدور في المجتمع وفي مجالس الناس وكذا مما يتعلق بأمن المجتمع وأمن الدولة من أفكار ومن تأمورات ومن غيرها و لذلك من العجائب في سرعة البريد و دقة و أنه عام 164 ثار رجل على عبد الرحمن الداخل في الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس ثار عليه الرماحس بن عبد العزيز ثار عليه الاثنين خبره و وصل إلى القرطبة الجمعة و الخشبة التي ذكرناها قبل خشبة محمد بن عبد الرحمن الأوسط ظهرت خشبة لكن لأنه شدد على أي جسم غريب أي جسم غريب في البحر خشية أنه يكون من سفن النورمانديين أو النورمان الفايكينج حتى الحكم المستنصر رفع إليه عام 360 في الزهراء أن هناك في قرطبة ولد مولود متفاوت الخلقة سبحان الله متفاوت الخلقة فأمر أن يحضر إليه فأحضر إليه إلى الزهراء فتعجب هو والوزراء و أمر لأهله بيعطيها و عرض عليه مرة أخرى حتى أن البريد أصبح ينقل حتى الأشياء التي غير مهمة لكن شيء غريب ينقلها إلى الخليفة و لذلك أحيانا داخل قرطبة يعني محمد بن عبد الرحمن دعا وزيره هشام بن عبد العزيز و رفع له الوسادة و أخرج مئة كتاب و رفع له الوسادة و أخرج مئة كتاب قال كل هذه الكتب يشكونك كل أصحاب هذه الكتب يشكونك و واحد منها يكفي لقتلك و لكنه ما قتلوا و لا عاقب أصحاب الكتب و لا قطع عنهم الجرايات حتى لا تنقطع عنه الأخبار فتخيل أنه يصل مئة كتاب بشخص واحد يرفع فيه مئة كتاب إلى الخليفة من أصحاب البريد و الفرانق الموجودين و المبثوثين بين الناس فهذه الأخبار كانت ضرورية و مهمة هو البريد و أدي دور كبير داخل المدن و بين المدن في نقل هذه الأخبار و نقل هذه المعلومات إلى الخلفاء و إلى الأمراء حتى يراقبون و من العجائب أن رجل جاء إلى قرطبة في زمن المنصور نبي عامر فخرج بحذاء النهر فأراد أن يستحم الجوحار فأراد أن يسبح بالنهر فوضع لباسه و وضع خريطة سرة حمراء فيها نقود دنانير فجاء طائر الحدى يظن أنها قطعة لحم فخطف سرة الدنانير طبعا ما أنتبهوا سبح في النهر و خرج لما خرج و وجد ملابس و لم يجد السرة فرجع و رفع الأمر إلى المنصور بن نبي عامر و كان طارئا على قرطبة لم يكن منها القرطبة فوعده خيرا من صنع بي عامر ثم أمر الجند و الأعين و صحاب البريد أن يتفقدوا كل أهل قرطبة من ظهر عليه الغنى سبحان الله فبحثوا ببحثوا فوجدوا شيخ معدم فجأة اشترى ملابس فاخرة له و الأولاده و مراكب فارهة فقبضوا عليه الشرطة حققوا معه فقالنا سقط على دار هذا الكيس سقط على دار هذا الكيس و فعلا لما تحقق معه فعلا سقط هذا الكيس في داره لكن الطائر و هو يحلق في قرطبة رأى أن هذه ليست لحما فرماها فسقطت فيه فأمر عبد الرحمن المنصوب نبي عامر و أن تشدل الفارق يضمن الفارق و أعطى هذا الشيخ مالا يكفيه ثم استدعى الرجل و قال له هذه سورة قال نعم قال عدنا نريق قال هذه دنانيري قال لم تسرق إنما خطفها الطير و استعدناها قال والله لو حدثن في البلاد أني مررت ببلد الطير فيها يطيع صاحبه ضحك منصور نبي عامر و ما أخبره و هذا ينفع هذا البعد الإعلامي لاستقرار الأمن و انتشرت هذه القصة أنه والله هذا الرجل ينشر أنه الطير في الأندل استطيع المنصور نبي عامر و تحضر و يحضر ما أخذه الطير فأرادها يعني صارت نادرة من النوادر فالأخبار و الأحداث التي كانت تقع في أطراف الأندلس تصل حتى إذا تأخر البريد يعني في زمن محمد عبد الرحمن تأخر بريد الثغر فاستدعى محمد بن عبد الرحمن الأمير محمد عبد الرحمن استدعى رجلا من خاصته يقال له مطرف ابن نصير فقال له اذهب إلى الثغر و أتني بأخباره و لا تتجاوز أربعة عشر يوما الثغر تقريبا يبعد أكثر من ثلاثمائة كيلو أربعمائة كيلو هذا أدنى الثغر و قال له لا تتجاوز أربعة عشر يوما و إلا سفك الدمك يعني جب لي الخبر لماذا تأخر البريد و أخبار الثغر لأن الثغر دائما تكون فيه انقلابات و فيه هجوم للعدو فيخشى أن يدهمه العدو فجأة و أن تكون انقطعة الأخبار مع أنه يحمل إلى الأندلس أخبار ما يقع في الأندلس من الفيضانات و لذلك نقل إلى حضرة الخلافة أنه مد نهر سرقسطة و قطع القنطرة فأمر الخليفة من حضرته بمركبين ليجتاز الناس عليهم حتى تصلح القنطرة فتصل إلى هذه الاشكاليات التي تقع هجوم النورمان بعض الثغرات بعض الأجسام الغريبة تظهر في البحر بعض الفيضانات و الأشياء التي تقع في أطراف تصل الخليفة حتى الخليفة أيضا من خلال البريد تصل إلى الأخبار و يرسل الأخبار ليصلح هذه الأمور جميل بالنسبة للدواب التي تستعمل في البريد هل كانت مثلا من نوع واحد هل كانت مثلا كلها خيول أو كلها مثلا من الإبل أو هكذا و أيضا هل لها علامات معينة تختلف عن غيرها من الدواب نظرا لحمية البريد و عنصر السرع أبوه لازم تكون الخيل هي المادة هي الدواب البريد بين المدن و الكور لكن داخل المدن قد يذهب بها الرجالة يذهب بها على البغال لكن بين المدن لابد خيل و أحيانا تخيل مضمرة و سريعة و مريحة مرتاحة يعني مستريحة و معلوفة يعني ما يقصر عليه في العلف صحيح أن مضمرة لكن ليس جائعة حتى تكون فيها قوة أحيانا تكون مقطوعة الذيول حتى تكون علامة واضحة لما تجتاز بالمفارز و الأبراج ما حد يأتر الطريقة يوضع فيها الجلجل الجرس من فضة حتى تصدر الصوت و هي مقبلة فيعرفون الناس أن هذه فرس أو خيل البريد يوضع عليهم شارات لأنفسهم أما داخل المدن فيحملها الرقاصين أو العدائين على الأقدام أو يحملونها على البراذين و يحملونها على البيغال و يوصلون هذه الرسائل أهمية البريد إذن ذكرت أهميته في ذلك العصر و في استثباب الأمن بشكل عام ولكن يعني متى انتقل أو هل انتقل البريد من كونه يعني فقط خاص بالخليفة و يعني ممكن نسميها الحكومة أو الحاكم إلى أنه يعني ينقل بعض الأخبار أو بعض الأشياء المتعلقة ربما بالأمور العينية لعامة الناس هل هناك مثلا سنة معينة أو قرن معين تأمم فيه الشأن البريد لم أطالع في التاريخ حقيقة إلا في زمن عمر بن عبد العزيز أنه فتح البريد لعامة الناس في فترات كثيرة من التاريخ كان البريد يخدم مصالح الدولة فقط لأنه جهاز يتبع للدولة و هذا لا يعني أن أخبار الناس لا تنتقل لأنه ليس فقط من يجتازون بين المدن هم أصحاب البريد هناك التجار هناك العلماء هناك طلاب العلم هناك الذين يزورون من منطقة المنطقة من طلاب العلم من أرحام من أقارب ولذلك إلى عهد قريب كان الناس يحملون هذه الرسائل والمكاتيب يعني قبل 60 سنة قبل ظهور البريد العامة الناس والشركات النقل صار يكتب الإنسان مكتوب يوصله لأخوه في الكويت يعمل قديما و كان ربما يسأل من سيذهب إلى المنطقة الفلانية أو الدولة يسألوا مكاتيب العلماء يترسلهم فيما بينهم و يحملون هذا العقيلات مثلا في نجد أو يرسلونها مع التجار و يصلونها إلى مناطق أو يرسلون الأمانات فما يعني أن المؤجتمع ما كان مترابطا من العجائب أن معاوية صالح بن معاوية الحضرمي نشأ في الأندلس و نشأ ذريته و أخوه في الشام فانقطعت أخبارهم حتى قدم رجلا من قريش أخواله الحضرميين فسأل عن بني عمومته بعد مئتين سنة فتعرف عليهم في الحج فانتقل معهم إلى دمشق فأخبارهم بأحوال بني عموتهم في قرطبة فكتبوا رسالة من أبدع ما يكون ذكرها الخشني في قضاة قرطبة و ذكروا في الرسالة أنه وردنا فلان ابن فلان و أن له خؤولة فيكم و ذكر عن أخباركم ما سرنا و كتبوا هذا الكتاب فحمله الرجل إلى بني عموته في لاندلس فأثبته الخشني بنصه في كتاب قضاة قرطبة فكانت مسألة هذه الرسالة لكنها ليست متعلقة بالبريد هي متعلقة بالناس بحركة الناس حركة الناس الأستاذ محمد بن سير التفيهي شكرا لك على هذا العطاء الجميل و المتعلق بالبريد الأندلسي عفوا عفوا أستاذ الله و أنا سعيد حقيقة في المشاركة معك في برنامج أندلسيات على شاشة المجد الله يبارك فيك و شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من أندلسيات في عالم مثل القباسي كم ساق التاريخ منه الأمامة فاكتست منه بأزهام الباسي أمة بالعلم شادت سددا واعتلت بالدين أسمى الرتبي ذكرها الحادي بنا طول المدى نحو عز شمخ في الحقاب